صباح جديد و بلا كهذا احلى صباح في حياتي كامل نط ناشطة بعد الدمر مدى اربع شهر علي خضرش رايحة للطبيبة اليوم نعرف وش هاندي كنت متحمسة بزيف وفرحانة نط كليت ماكلا قيس عشر عيبات ولا هنبها ذيكا وشي كلها سرحت فيها بكملنا البسنا كامل جتاكسي الديتنا بها نروحوا للطبيبة ونعرفوا وش هاندي رحنا وحنا ثلاثة فرحانين قلنا بلي رايحين نجوزوا على الاقريب ولاني مي ثاني وصلنا عن جينيكولوج اقعد نستنينها قدلتنا كيلح قدلتي ادخلت مع امي قابلتني الطبيبة قلت لي حملك هايل وصحت يعني البيبي راهي مليحة هايلة وش هوا اخرجتلي فيتامينات هكا بها تساعدني وعرفت بلي عندي طفال متنا بساعدة في هذك النهار رحنا حوسنا وما هتميتش خلاص بالناس كامل اللي تخزر فيها ولا لا لا والطبيبة هذي قادت غير توصي فيها على حالتي قاتلي سيغتوها على المتنازمة التاعي وقاتلي احتمالي يجي والدكة عنده نفس المتنازمة انا خفت صح انا ليلة بالي واجتاني هذي المتنازمة ومكرهت لي حياتي خفت بصح امي وفدو قالوا لي بلي هذا الشي مكاتيب وان شاء الله يا ربي يجي بصح تواء وهذا احتمال فقط وما يكونش غير الخير ان شاء الله رحنا للدار وحنا يا كن نقضينا كل خير فهمناكي نلحق 6 شهر نصبر خاوتي ام جدة ما نقولوش اطلاقا خليه تكوا على ولدكي مكواني انا والله ما نجر جروش مني الشمرة خليه نوري له ما يقره هو عنده الحق شوية من الشي اللي يشافو وفوق هذا توحشدو وشوية بصحة نعفس على قلبي تجري رياح بما لا تشتهي السفن وهكا كسر لي كل عادة نحسب بحساب كل ما يتخرب ليش منيش توجود دائمون هكا ظهري معوج والمرة المليون يخيبني ظهري الكلب حتى قول تحيتي بدأت تتسقم ظهرت لي عافزة جديدة قاعدين في امان ربي يعني النقيو في الجلبانة بهنديروها للغضاء اسخفت عليها حتى نسمع عياد مرت بابا واصل الاخر الدنيا قلتنا حسبت انك اش مكاين ولا ولا كش ماصراء انا الدار التحت حلفت عليها من زيش انها نهبط لها خلاص منهارت حاوزت منها وتضربت بعدين ما رأى معايا عند خويا يعني ما عنديش حتى سبب نهبط عليه بعدين فوق ومرت خويا هبطت تشوف وش كاين ويا ريت ما هبطتش ولا سمعت اسوأ اخبار في حياتي وليدك ما زالوا مؤثر عليها بزاب هبطت فدواء بتلقى بابا طايح في الارض ودمه سايح كامل طاح بابا مدروج وماتي راكت كي جيت فدواء لي وجهها صفر كي شغل شميتها شوية بصح ما توقعت شي يموت قلت بلك طلعت له لو تنسيو ولا كش ما اسرع هكذا قعدت انسقسي هكا فيها فدواء وش كاين وش كاين يا اختي طمنين يقولي لي وش كاين وش بيك فدواء بصح حيالية لا حياتها لي من تنادي قعدت من الشوك هذك تاع المنظر ساكتا رحت انا ينشوف ويا ريتني ما رحت ولا شفت الشي اللي شفته كان بمثابة كوشمار لحياتي يانا شفت بابا في لاضب دمه هكذا عينيهم مفتوحين مطرت قيل هو البياض هذك تمتمه وكرشو خرجت ضربه واحده مطيحة هذيك و الدم اللي في راسه ما يعلم به غربي كي شفته وطحت في لاضب ما جبتش لاخبار حتى كي انا طلقيت روحي في شمبرتي وبديت نتفكر بالشي اللي اسرع ووش اسرع تفكرت بابا و المنظر اللي شفته فيه بدت نعيط يا بابا وينك يا بابا وينك رح نحبل نطم البونك هذك ورح تهبط التحته ولقيت الغاشي الدود لا فامي كامل ثم دع ماما لا فامي تعبابا اني كامل ثم اني لحت الجيرين مرت بابا صحاب خوتي نس كامل في الدار الرجال في القاراج وينسا في الصانو وكاين اللي في البيوت وكاين اللي قاعدين في الكولور عيني يقعد ويحوسوا على ماما والأختي ولا اي انسان انعنقه ويحتويني في هذك الدقيقة لقيت امجد جاي من جيهتي شدني من يدي ودخلني في الشومبرة وقال يا عظم الله اجركم ربي يرحموا ان شاء الله ويجعلوا مأواه الجنة ويرسلكم الصبر عليه هم السابقون ونحن اللاحقون معاكم مال هذي الجملة ونطرتق بالبكاء مقدرش نسكت عنقني وقعت يكالمي فياك ونقول له شفتو شفتو بدمو البابا شفتو ولا غال شفتو طايح في الارض ودم الدم بزيف من راسو نهدر ان نرجف كام البابا ميت لا 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 بلك اراك غالب خليني اياه نروح لخاوتي دكوه ما يقولو لي بلي يا اراك غالب يا عمري ما ديني الشاء هاكذا الموت راحق وانت دكا دايله بالرحمة برك ودايله ربي ثبتو عند السؤال اما اللي بك ما عندو ما يدرلو غايزي لي تقرح ريه وخلاص وما تنسيش راك ببركم وخليكم اللي راجل راجل واللي مرامرة وكامل من الزوجين الله يبارك ما خليش مراه الصغار وخليكم بديوركم قطلو لا لا خلاني انا هكاك ما عنديش اشكون في كتافي ملدو كاكي راح وش ديلي مرتو دوكا سورة يقتلوني لو كان يعرفوا وش راني مخبية ما تقافيش واحد ما يمس شعراء منك وانا في هذي الحياة وقولي لي وش مخبية ثم مات بابا يا ربي مات بابا هو زعفان مني كنا عايشين فرحانين تمتم ما اتقلل بتحييتنا مش باتش منو معنى قطوش راح مخطوف تمتم يا ربي كيفاش ندير ما عندك ما تديري اليوم هو وغدوة انا بعد غدوانتي وتستمر الحياة قعد يواسي فيها كشوية بعدها دخلت عندي اختي غير شفتها ترتقت بالبكا ونحن نقو نبكي هي تاني كانت حالتها حالة مش مصدقة هو سي سكتنا بصحواله ولا راح عايط الفدواء وجو ابنات خالتي سكتوا فينا احيش كون ياخدي سكتوا بقت نبكينا ونعايطنا واختي الحق الوقت اللي جابوا فيه بابا في الصندوق مكفن واحد المنظر عدوية ما نتمنى هلوش وش كون اللي يقدر يشوف والديه ولا الوالدتها وكان مكفن كامل غير وجهه يبان ونيفو في الأقطن عينيه مغلوقين وشوار ببيضة وجهه ببيضة بيضة بزيب بزيب حطوه في الشمبراتيه ودخلنا غير القرى عبرك شوفناه انا كيشفتو طحت عند الصندوق انا واختي صافا نبكي ونعدو والناس هذو كيشفتو فينا ويما مسكيناه فوق الكرسي هذك التاحة تبكي بسكيت كيشفت حالتها زد تقاحت كثير وكثير قاتل لي اجبل ما يهدامش يبكي وكل وليات عماتي داير المندبة ولمرس بابا تبكي بشوية وزا ما بنت خطا شدتها واشكرتها واشزت تحقتها لها لحصول داوه البابا دفنوه خرجوه انا مقدرش حتى نخرج ونشوفه قاعد في الدار وامجد شدني خايف لنا نخرج ونموت وقاعد يقول لي باباك مات ديرني انا باباك من اليوم واحد مني نصلح الكلش ولي غلط فيها حقيقي يخلصها غالية ومام انا انخلص وجدرت وسبحيلي بزيب بزيب وعرفت وجده لك هذك الشاي وضوكت شفيه واش ندير فيه والمهم باذني الله نرجعها كيما كنا او خير ان شاء الله وانا هو يهد راكا وعقلينا في حاجة احد اخرى عقلي في بابا ودكا واش يزيد يسرالي اكثر من لي اسرالي هكيك بقالي دكا غراء وليدين شد فيهم بليح مليح ولازم حاجة ما تقيسوا رح نكون ليه كلش انا وندفعها اهليه ندفعها ليه بعمري وندفعها لجاله كلشي هون في خاطر اوليدي اليوم الثالث من اليام انت عبابا ربي يرحمه ويجعل قبره روضة طمر رياض الجنة ويرزقه الفردوس الاعلى يا ربي كما لعدا اليوم يوكله صدق على روحه يا ربي لقيها هذك داللي حالة سليفتي هذيك وشكو فيها مروا قاتلي اذا ما كيش شاء تتوحمي وانتي اطلقتي لاني اطلقتي من نعيم حاس بتلهم انسنت من نعيم انا بالعالموس هذك بدمه حابة ندير عفسها نضرب مارسة بابا هذك كيش غلق قد نشريها لها ونعطيها تريحة هيا وحاسينة تاني زا ما جيت للجنازة بصلاح كل ما نجيبش حقي من همه اليوم ما نبردش شفناها تخرج في قش بابا ناوية تمد ونخاوتها الكلبة وهذه الضربة اللي كنت نحوس عليها وانطلع لها ونطبحها وندخلها للشومبرا ونغلق الباب بهوحة نميس لكها وانطح عليها بالكفوف والعبثان والبزاقية كان عندها زو الشعرات طيرتهم ركالية قاعدت فوقها ونضرب زلتها ليا نحيت واحدة سبتة تاها بابا وقتلها بابا لكي كان فرحية جام يضربك هملا هايلك السبتة تاها محبس شكاية منها تايت والخبيط برا داير حالا انا فتحت الباب ومرتخوها حاسينة جيت طبعني هكا حكمتها من يدها وعوجتها هكا وانطح عليها تاني للزوج مرمتهم اللي جيت سلكا تكملت ادي ترايحة معاهم نضرب ونعاييري لكي البيت يلحمارات حقرتوني وقلا حاسبت لكم من قبل من عاش ندافعها لروحية يوو نعرف مكنش نحبرك نضرب على جل وليدي مفقتش كامل كيفاها ترتا وما حسيت شغرة كي لقيت روحي هنا طايرة في السماء شفته ام جدر فدني وداني لدار تا ادريس وغلق البيب واش من والده هيدا واش داخل لك انتا ما تقلقينيش تخصيتك جاوبية قلي جيو باخر ما نتقلقه قلو كي تتقلق واش تدير احتروا مروحك ماشي ياكي عن نقطك صافي صايي انسيت واش صرا دي جا واش تبدل قلي تبدل بزيف اسوالح وعرفت الحقيقة نوتنا الحكانة عرفت الحقيقة ركرو طار انا ننضبع لك دكا اي برعليا حتى ونخرج دكا ونولي نولي ونولي لك بهنا عاودو نعقدو ونفتحو شوف تبقى غير انتا راجل ما نزيدش ناخذ ظرفيك فاهمة شوفي حاليا اعضري واش تحبي نتفاهمك وما رحش نزعف منك على بالي اغلطت معك وفي حقك تانية وبزيف ومن حقك تديري واش تحبي وتعضري واش تحبي ولكن تولي تولي لي وتسامحيني نوتنا الحكانة انتا يا مريضة نولي لك وقلاح بلد تبغى غيرتا راجل وما نوليش لك تولي وربي كبير ان شاء الله نسقصيك حاجة قال لي سقصي اللي تحبي عمري قطلوا انتا كده تدوش دعود ترجع قشك لمسخة ولا تبدل لقش جديد قال لي باين قش جديد هملا هكك انا مستحيل ان ارجع ليك انتا باصي وديت مني ودرسي وصاي تعلمت والحمد الله ما نحتاج حتى راجل في كتافي شوفي ركي تخصري في الهادرة بزعفة بسح ما عليش نتفاهمك اولا بابك مات والضربة جديدة عليك وثانيا انا غلطت معك وغلطة كبيرة قطلوا موت بابا ما كان ما دخلوا هذي تسميها غلطة بسببك كنت قعد نتعذب شوفوش صرا لي وبديتني وليلو في جروحي اللي في جسمي كامل شوف هذا تسميه غلطة انت ريحت الثيقة من ونيرها شفية واي علاقات اكد اساسها الثيقة كيما ما تكونش الثيقة صايحي مستحيل تنجح بل لك الزواج يكون ناجحة بلا حب بصح مستحيل يكون ناجحة بلا ثيقة يعني تزيد تجمعنا اي علاقة وضوك تفضل اخر جاليا راني خارج بصح تفكر نولي ليك ومرة الجاية نديك نايا لدارنا قلت له احلام الظهر هذي نجوم النهار اقرب لك من انه سجوجت تولي ليك ايا بردوك عليا خير من نفرج عليك اللي يسوي واللي ما يسويش قليت هلاك في روحك عيني يا ونجي نديك وسمحيلي وحني علي مهما يكون نبقى عراجلك بصدك طليقي اذا عيني نسمح لك قبل ما نسمح لك نسمح الناعم قليت زيد تجبدي اسمه على لسنك انكسرك قلت له ما زلت حلفة فمك ايا برعلي خرجوا خلني وانا حلفة باللي مستحيل نرجع لي حاملة علي حقد كبير كبير كي خرجت لي يا مروعة تصخصيفية ركب الحملة اولا كيفاش واشدخلك ايا اخ طيوني ولي بعثك كتصخصيق ولي لواء قاتلك ايه بالحمل وماشي انتا بابا راهي مخلط الحالة يادرا وليد من واش دخلك انتيا جيتي تعزي وانا تقرعجي الناس اخر زماني اخي جيت فدواء جبدتني وقاتلي واش بك وليتي هي هاك ذا مقلقة بالعقل شدي روح اكبرك شوية نس راهي تشوف فيك قبل عياطة انتيا وامجد ووصل للبرة قلتلي يندب على روحه هو وبهو ما قلتلي جي حاوس يارف اذا ركب الحملة وليد من ثاني قلتلي واش قلتيلو قلتلي قلتلي مالباليش قلتلي صحتي هاتا خليه سمينا جست تمتم ما حسيت لهاش كامل ودورت تعالى لذوقا ما زال ما فرغتش اصلا احنا عدنا بزاف معارف انا نصل غاشي ما نعرفوش كل عادة مثل الاطرش في الزفة هذي كي ينشي عباد اول مرة نسمع باسماواتهم امجد دايموني حاوس يارف اذا بالحمل والله ما عرف خليته كل حجرة في الصباط ويستاهل قلتلي في دوابه يروحي سقصي خوتي جيت وعيب وهما ما زال حزنانين على بابا ربي يرحمه ان شاء الله غافني شوية بس احكي نتفكر الطريحة اللي كنتنا نرقد عليها ونوض بها قلبي يزيد يحقد عليه اكثر واكثر اليوم الربعين اتا بابا دار مع مراب الغاشي ذبح وخاوتي صداق عليه الافامي هما اللي طيبوا تكفي بكلش مرت بابا قلت تكمل العدد تاحة وتلفت قجحة وتروح ولا تخافت زيد نضربها ولا كش ما حاجة ومتأكدة دوكب اللي نخرج فيها نخلش فيها لقديم وجديد حق ما كنت نوضنا ونرقد بالطريحة وزيد ما كاش اللي سلكها قال تعطوني ربعين مليون ونسمح في كلش صح انا والله ما نخليها جوز ها هكيك قلت لهم ما تمدلها حتى فرنك وخلوها هنا يا يعني نتعلم فيها شوية كاراتي نوريها لقليل ما كليت ترايحنا وزيد كونكاش ما يسرع البيبي تاعية يعني نقتلها بالدم البيرد يما بدأت تنطقها كحروف من موت بابا لهذا اليوم كشغل كيب كيت بزيف فاتسرح النطق مثلا تقول معا ياني يا اهكا ولا دا على الداو وهذا ما وحنا نفهمها ولا خلو تيكي شغل بداوي ويوالفو ام جدي حاوسو يتواصل معايا وانا مش يحب كيجي يهدر انا رخصو ما خالي لوالو وهو يسكت يعني يسكت ويبلا حاب يعرف اذا راني بالحمل والانو مية ما خاليتوش حتى فرصة وكي ما عرفت ثاني قالوا لي راح الناعي ما طالوا طريحتها الكلاب بصح ما زل مبرج قلبي بها تشوفوه كمية الوجهة اللي تعرفت له منهم الصح دوكا في وليدي ويما برك وامي دايما تسقسياليا وعلى الحمل التاعي وظل توصفي فدول وتقولها ما تقوليش المريم خطراش هذيك ماشي مرتاحة لها خلاص وصح عند الحق ليه مثل جاية تكشف اللفعة ليه جبناها لدارنا تاني ويش تدير امزي يا كاين ربه ولي يجيب حق المظلم وينصره اللهم ارحم الانفس الطيبة التي انتقلت الى جوارك واغفر لهم ووسع لهم قبورهم واجمعنا بهم ماء بجناتك واجبر قلوبنا بعدهم اللهم ارحم من عجز عقلي عن استهابي فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له يا رب ارحم امواتنا واموات المسلمين واغفر لهم واجمعنا بهم في مستقر رحمتك اللهم ارحمه واغفر له وانس وحشته ووسع قبوره كم ملت قلت هذا الدعاء نظر من فقه لقبر بابا وانا ما زال حد اللحظة هذي ماشي مستوعبه بلي بابا صح مات بابا اللي كان يخاف علي من بره ولي تنجي لي هني أنزوره في قبره وبالصح وش ندير سنة الحياة هلا بيكم حاجة صيبة تجي للقبر تزوريه بتدعي الواحد من والديك بالرحمة وصايدك مزيد الشاء تشوفيه ويعني مضطرة تكمل حياتك ووحدك بلا بابك اللي كان فيه يوم من الأيام سند ليك وكلش في حياتك والله واحد الشعور عدوك ما تمنى وهلوش لازم ما ننفض الغبر على روحي والنوض عندي دوكا طفول في رقبتي ولازم ما نكبرون ربي أحسن تربية ونضمن له مستقبل شديتنا يا يد خويا إدريس وطلعت في الطنوبيلة معا قعدنا طول الطريق ساكتين قلت اليوم نخبر خوتي بالخبرتها حملي إذا تقبلوه تقبلوه إذا ما تقبلوهش ونروح عند أمي هي قاتلي إذا ما حسيتش بالآمان معهم ولا خفتكش ما تدير لك مريم والله هي ومرت بابا ونروح لها وصح هذا الشي اللي يا أخا مامت فيه تكا ونقول لي ما نحسب الحتى واحد يعني أهم الشي راحتي النفسية والجسدية وين تكون نكون وهذا الشي اللي خممت فيه وأكيد راح نديره طبعا ادخلنا للدار بدلت قشي وصلت وضيت صليت صلاة العصر وقلت نعيد الخوتي واختي ونجمعهم ونخبرهم كانت الجمعة في هذك النهار وفدوة تانية قاتلية أقوليهم ما تخبشي عليهم بنتبديت شريقة الشي البيبي جاء وخوتي حطينا لهم القهوات على الشي طبعا تلمينا في دار إدريس خطراش اللفعها راح يلتحت عدتها ما زالت ما كملتش وناويا نشربها المرء نخلف فيها لقديم وجديد شوفوا اليوم حبيت نقولكم حاجة ونتمنى تفهموني على خبيت وتفهموا يعني وتتفهموا خوفي وتسندوني انطق قديس وش كين خير برك وش كون خوفك شوفوا أنا راني بالحمل وقريب ندخل الشهر السادس عندي خمس شهر وزيادة نظم محمد وقال لي وش هذا الحمل وقته ولا صفاء ترتقط عينيها كفية وقال ليش كون باباه قلت لهم بالعقل برق بالعقل انو كان فهمكم مياك أنا مادرتش الحرام انتم ما زوجتوني باستفاعلية وقلت لهم فدواء اصبروا بركت فهمكم محمد ترتق عينيه فيها وقال كان على بالك انت يا قلت له انا ايها على بالها ومريم باين محش راح لنقولوها يا اخوية ما تزعفش مني بتحمرتك شيطانا وتكرهني ويش حال من المرة تبين كرة عالية بالافعال وانا بصفتي ام انخافها لوليدي قال لي ادريس فاهميني لك كلش من الاول قلت له وش مفهمكم باللي راني بالحمل وكي قول تقريب ستة شهر باينا باللي وليدي يا يعني وليد طالقي الاول امجد قال لي صافي زواجك الثاني ماشية جايز اعلاه كي رحتي ليه رحتي بالحمل وحرام مزيا لي فقطوا باللي حرامة انا اصلا كنت ضد هذك الزواج غربة با ربي رحمو يغفر له سيفني بالسفة ليه وبالنسبة للكل بتاع ناعم حاشا اسموها اقتلني بالضرب وكان يرقدني في الكوزينة وعلى بالكم بها انتو ما وش سوف ريت معاه في ربع شر هذك وانا كي خبيت حملي خفت كي يعرفو يقولوا لي طيحيه ثانية خفت امجد ما يستعرفش به قطعني ادريس وقال لي علي اوليد حرام ولا اوليد شوارع يستعرف وبسي فعليه كين تحليل ابوه قالوا محمد انا اخطوني حمل هذا خبيتوه من الاول هما لا كملوا ديروه وش تحبونتوما هنوالي راسي برك على بلكم ما انتخلات فيه قطلوا هذا كي ملكي خبيتها لامرتك ذا قتلك ولا واش قال لي شدي فمك لنا اعطيك طريحة ولا غير هاي لهذي ولا فتوني نرقدون نوض بطريحة ولا غاية وتمسني غير دارنا حرقة على ريسانكم صاي انا منزلش نسكت جا جا راح يمد يدوه لي شدوا ادريس قالوا واش بك انت تهدن برك لابدك والتي متحش ميشا ثم العاشرة قوما اربعين من هما صار منهم وانا واش كنت معاش اربع شهر وانا كل حيوان مرمية هككة ومزدتوش خلاص حاوستو اليها هكا ولقيتلكم اعذر ودوكا جيت حاسب فيها وهما كانوا قادرين يقتلوني قالي الحملي يتعوض اخاوتك ما يتعوضوش قلت له والله ولاد سجود يتعوضوا مالا ولادك صافي ثاني يتعوضوا قالي بلعي ما تجبدش ولادي على لسانك قلت له اخويا على العين والرأس بصح مليوم ما نزلش نسكت على حقي خزر فيها وقالي صحي اختي صغيرة وكبرتي والتي ترجعي لهادر الخوك الكبيرة وتواجه بالكلم وما تديري لهش قيمة وقدر هذا كامل قدم الناس صحيتي وخرج غضتني عمري بصح ماليش ماشي هو ولا ولا سمح فيها في نص الطريق ادريستاني اخرج ولا صافة احكمتني دالت لي بصح ما ازعفتش بني عندك الحق ورني امنا يوم تفاهمتك والخوف تاعك هذيك على صغيرك ولك هذيك انتية عندك بزيف اللي يكرهوك ودوكها غير الديبة لك لا احملك وكلي مليح واهم شي بابه يستعرف به بلام زيتو فدوة قاتلها انقولولو ويستعرفو كما قال ادريس كاينتح للا ابوه وقعدنا كنا نهضرو ونديرو فلاشا وبقيتنا احكييني الصافاء واشصرالي والجوز بس كنا ادخلت وطرت قطبل بكا ما قادرتش ولا ما الاختو اللي غا تحبني صح واختلي دايمون متفاهمتني وتنصحني ونسا احتاحة من ذهب احنا قاعدين نهضروح تدخل ادريس قال يديري خمارك ودخلي شوفي امجد قطلو وين ندخل هذا راهو في الصالة وشجابو كيفه وشجابو ما تقول ليش برق قطلو هما لابين لازم ما يعرف هذا وليدو ولا واش قلنا نطنيا صوتي ونعيط كيف هذي وليدو ياك انت ايا قلتي وليدو ولا هذا وليدي انا ووحدي ما نحتاج حتا وحدي ربهم هايا ونظر فيها بلايات بهي اسمعي شدني من يدي قلية حطي عقلك في رأسك وروح يديري خمارك وهدري معاه وتفهموا ما حبيت شناء فدوى قاتلي الدخلي اختي تاني قاتلي الدخلي وشوفي لازم تديرو حلل بعضاكم اذا ماشي اعلى جالك اعلى جال وليدك واللي تستسلمت الامر الواقع والبست خماري ودخلت ليه ما ادخلت قتلو واش تحوس الناس تقول سلام عليكم ويقولوا هالنس المسقمين والفاهمين قالي ماليش انت هي مسقمة وفاهمة انا الواحي بارك بوكو ولهنا نكملنا بالجزء التالي وان شاء الله يا ربي نتلقى في الجزء القادم في احدث جديدة ما تنسوش تخلي اليجام وكومنتين شباب كي منتوما واكيد اكيد اكيد البارتاجي لبنت بشي يعاون الفيديو حدا بشي يطلع وتعاونو حبيبتكم نينا مع حبي واحترامتي كامل السلام عليكم اشتركوا في القناة